موسيقى أسعد الله أوكاتكم أعزائي المشاهدين وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لقاع الحوى حلقة اليوم حلقة مميزة جدا بتميز ضيوفي اللي منورني في الاستيديو منورين غناط صحب الجمال وأيضا منورين برنامج لقاع الحوى قبل ما نبدأ أعزائي المشاهدين نرحب بضيوفنا معايا الكابتن جمال فهمي مدير فني منطقة أسوان لكرة القدم وأيضا معايا الكابتن أحمد عبدالإله لعب مهوب جدا يستحق صراحة الاحتمام والرعاية خلونا في البداية نتعرف على أحمد ونعرف المشاهد أكتر بأحمد أسألها مسؤولا حضرتك سيزر زينة وبشكر حضرتك وبشكر لقناة صحب الجمال وبشكر الكابتن جمال فهمي بإثنان الله عز جند أنا أحمد عبدالله من محافظة لوكسر من مركز أرمانت قرية الميرعزة بدأت حضرتك كودة القدم عندي ثمان سنين بدأت حضرتك بأكاديميات شهرية ديه تحت كابتن سعد القزار والكابتن محمد حمد رحمه الله حضرتك فضلت سنتين أكاديميات من ثمان سنين لعشر سنين وأنا ببدأ بأكاديميات عادية حضرتك تمرنت معاهم من مدة سنتين وكده بعد كده حضرتك روحت معاهم برحمة شهرية ديه مشاً بيسوقوا اللعبة بيتم تسوقوا اللعبة بسم الله إن شاء الله الحمد لله رب العالمين بدأت مراً واشتغل على نفسي بدأت أن أوصل 11 سنة 12 سنة 13 سنة بعد كده من خلالها روحت نادي سوكا أرمانت دي بدايتي في نادي سوكا أرمانت في طاع الناشين 14 سنة ده في أسوان؟ لا في مركز أرمانت نادي سوكا أرمانت تمام تمام بدأت حضرتك تحت 17 سنة 14 سنة و15 سنة دوري لقضاع الناشئين تحت كابتن محمد الزاهر حضرتك ده مدير فني نادي سوكا أرمانت قضاع الناشئين قبل ما مش عيزة أعطي كلامك قبل ما ندخل أود لي أنا أحمد عبدالإله شهير بأحمد طيارة فإيه سير ورا طيارة؟ حضرتك كنت ببدأ بدايتي في كوردة قدم هاوي كنت بلعب قدام البيت وكده المنزل يعني كنت تمسك الكورة نبضيك كنت مميز سريع بالكورة فبعض ما تشاطل الودية زمائل أصحابي اللي بلعب الكورة أيو أيو فهم اللي من كتر للسرعة بتماز بالسرعة شوية زيادة عم الحمد لله رب العالمين وفي بعض المدربين برضو أنت تقول أن أنا لقب لقب ضيارة بإذن المميزة أنها السرعة الزيادة فيها يا رب بي تكون اسمع لمسمى وتشرف الدنيا وتشرف مصر كلها إن شاء الله في كورة الغدام حناجي لكابتن جمال أهلا وسهلا بك للمرة الثانية كابتن جمال أنا روزينة أنا بشكرك وبشكر دارة القناة القناة الصحة والجمال وبشكر فريق الإعداد اللي عمل حلقة الجميلة دي وأتمنى إن شاء الله لابني طيارة أن يشوف نادي إن في نادي الأنديات بالسلو يا رب لعيب موهوب للأسف ما فيش حد باصص للأقاليم بمعنى صحة لكن هو موهوبة كويسة وأتمنى لي أن أي حد اللي هو تمنزل من القناة تصل به يا ربي صراحة بنتمنى له تمثيح وتكبره كلمتني صراحة عنه وأتمنى إن شاء الله إنال نصيبه كابتن جمال حنتكلم عن اكتشاف حضرتك مدير فني لمنطقة أسوال كورة الجدم حنتكلم عن اكتشاف اللاعيبة لغاية ما نوصلهم للدرجات المختلفة في إن شاء الله هو الله الشغل بتاع الأكاديميات يعني غالباً أما دخل الاستثمار كان من مساوئ دخول الاستثمار كورة قدم في مصر إن كل حاجة في الأكاديميات أول طبعاً كانت البداية مع السيادة الوزير عبد منعم عمارة لما كان عامل مدرسة الموهوبين اللي طلع منها حسن عبد الربو وأحمد حسان ميدو وشكبالة طلعت منها اللعيبة مصر لعمالك قد اقتمصر إنما دلوقتي بقت أكاديميات أكاديميات إنها كنت تدفع فلوس عشان أنت تلعب تدفع فلوس فدي طبعاً في مواهب كتير وكتقدرش تستمر عشان موضوع دفع الفلوس ده فدي كانت إعاقة أنا مثلاً عندنا أنا ماسك فرع ترابل إي سبورت للتسويق الرياضي في أسوان برضو شركة ترابل إي سبورت للتسويق الرياضي يعني بنعمل بصراحة بيعملوا حاجة حلوة أول لا بياخدوا فلوس زيادة يعني على أرد التمنى بس في النهاية بيوصلوا إيه؟ بيوصلوا اللاعب بيوصلوا اللعيب في النهاية فيه مصداقية تمام بوصلوا وده اللي احنا بندور عليه تمام عندنا يعني مثلاً مدير الشركة الرفعة الفناجيلة بصراحة عامل دور كويس واللي ما معهوش برضو يلعبه ونختبره ونشوفه يعني ندعمه بيدعمه اللعيب تمام بأمانة شديدة يعني غير الاستثمار بك فيه بال وإحنا حنجي على حنجي على الفراحة الاستثمار في كرة القدم ويتأثيره على وسط الرياضي حنتكلم في الجانب ده بس نشوف أحمد أحمد لكل شخصي يعني بداية صعب جداً عشان إحنا نوصل سلالة لمن نجاح إحنا محتاجين اكتحاد محتاجين إصرار محتاجين عزيمة في العقبات اللي بتشوف واجهت أحمد وبعد كي بتواجه بعد اللعيبة ممكن تكلم فيه والله حضرتك أغلب اللعيبة في جنوب الصحيطة عامة تمام بيتوجههم مشكلة المشكلة أن هي محدش بيكون صبرت لهم داعم لهم تمام يسندهم مثلا بجنب أصلا غالبا 90% من كرة القدم حالياً بيجت لازم حد يساعدك أو يديك وصلة بمعلاقة صحة أن يجدمك لنادي تنزل تعمل اختبارات لأنه يعني مرات بيكون حد موهوب وشاطر ممكن يوصل بس ما فيش لازم حد يصبرت يكون داعم لك عشان يقدر يجدمك للناس دي تمام الحمد لله رب العالمين كانت بداياتي في نادي سكر منت الحمد لله لعبت ثلاث سنين في قضاع الناشين لعبت سنة قضاعات في نادي لوكس الرياضي في مرحة الناشين لعبت في ناديين ثلاث سنين سكر منت وسنة نادي لوكس الرياضي في القضاعات الحمد لله كانت دوري مقيم من نظام الألمونيوم ضارز غارب سوهاج عاملين غارب أنديت شبان جيناء جيناء الحمد لله رب العالمين لعبنا دوري قضاعات كويس معترم أفرز شوية لعيبة من الفرق لول ما قدرتش أخذ مساحة في الممتاز بها مع الفرق لول في نادي لوكس الرياضي اضطلت إلى أن ألجأ بعد كده روحت يعني دخلت سنوية عامة مركزت شوية في الكورة روحت اتجاهت من السنوية العامة روحت أسوان من خلال الكلية وقلت أبدأ طبعا كلية ركز في التعليم شوية من خلال في البيت معي يعني الجماعة نشيلة الاتنين مع بعض الكورة ونشيلة تعليم بس تركيز أكتر كان في النسبة للكلية وكده دخلت منتخب المعهد الحمد لله رب العامين يقضت الكابتن محمد الكويتي حاليا الكابتن محمد الكويتي في الحكم صفارة في الممتسبة ورايا برضو من الناس اللي كانت داعم لي صبرت لي جدا في كل حاجة كان بيقدمني كان بيسوجني برضو الآن دي في أسوان وهو من أسباب اللي هو دعمني للكابتن جمال فهمي برضو الحمد لله رب العامين بدأت لعب من بعد ما انتقلت لأسوان في الكلية الحمد لله سوقني من ناحية منتخب المعهد بالكابتن جمال فهمي كان في ناس بتساعدك ودعمك لغات ما وصلت الحمد لله رب العامين من ناحية الكابتن جمال فهمي رئيس نادي غرب أسوان حالتك قدم لي لي لعبت موسى ونص في نادي غرب أسوان الحمد لله رب العالمين من الأندي اللي أنا فخور جدا لعبت في القسم الرابع فيها نادي عريق جدا من أندي غرب أسوان ناس محترمة ناس طيبة غرب أسوان تحسي أنهم يدب دافعوا دعم منك جدا مادا جدا دعم مادي دعم معنوي نفسي الحمد لله من أجمل سنة ونصر اللي عبتم في نادي غرب أسوان بشكر أعضاء مجلس دارة رئيسة الكابتن مع جمال فهمي الكوتش وأعضاء مجلس دارة الكابتن دنقي الكابتن رجدي الكابتن عمر عبدون الحجة هاشم بشرة الناس اللي كانت دعم صبور دائما النادي من خلال بتقوم تدعم النادي من ناحية الملابس الرياضية حجة حجة هشام طبعا بشكره الناس العزيزة على قلبي الحمد لله تحية لهم من هنا حنتكلم كابتن جمال زي ما حضرتك قلت الاستثمار وتأثير أو تأثيره على الوسط الرياضي هو بصراح كان تأثير سلبي بالنسبة للبطر بالنسبة للبطر العربي كله مش في مصر مش في مصر ان الموضوع تتحمل تتحول من مهوبة انه معكش فلوس مش هتلعب كورة معك فلوس هتلعب كورة وللأسف يعني الموضوع ده طيب يبقى احنا نصحح الحاجة دي يعني في التوقيت ده صعب جدا صعب صعب جدا ان اي لعب كورة عايز يلعب كورة عشان يروح نادي عايز لازم يدفع لازم يدفع بأمانة شديدة والناس هتزعل مني مش عايزين نزعل حد ودي احنا مش عايزين نزعل حد لكن ده الواقع ايو الواقع وإحنا نحاول نشوف تصحيح ونصحح في حتة تانية اللي هي يعني ما فيش اهتمام بالاقاليم بالذات الصعيد طبعا يعني احنا عندنا اللعيب بيبقى يبقى لعيب موهوب وكويس جدا طبعا في الاهلي والزمالك والأنديت القمة هنا اللعيب لو في قطاع الناشين ما بيروحش الجيش مثلا او بيروح كده لكن عندنا بيروح عنده 18 سنة مثلا او 19 سنة في عز مجده يروح له سنتين في الجيش بيكون انتهى يعني ده من المشكلات حتى الأندية ما بتساعدش في الوضوع ده دي من المشكلات اللي بتواجه واجهتني جدا في غرب أسوان وصلت النهائي دوري قطاعات عبل كده وما قدرناش يصعد لان فيه خمسة او ست لعيبة اساسيين عندي دخلوا الجيش فما عرفتش اجيبهم عشان لعابوا المطش النهائي كان ضد الناص للتعديل يعني هم مش مسموح لهم يروحوا ولا لا لا مش مسموح له هو مدام دخل الجيش خلاص ما نقدرش لكن الأندية الكبيرة طبعا بتليفون اللعيب ييجي فدي برضو بتعوق شوية الحتة دي أنا بتكلم بس على الحتة المادية الناس تخفى عن الناس شوية الناس غلابة ايو احنا ممكن من خلال حضراتك توجه رسالة طبعا ده أنا بوجه لكل أصحاب الأكاديميات سواء الخاصة سواء العامة سواء الأندية ان ارحموا الناس الناس دي لازم فيه شباب موهوبين مش عارفين لعابوا كورا عشان ما عندوش يدفع دي جيه في الشهر انا عندي كابتل رفعة الفناجيلي رئيس ترابل اي سبورت بيقولي الغلبان برضو يلعب بصراحة من الحاجات اللي خلتني اللي شجعتني ان انا امسك الفرع كوكيل لفرع ترابل اي سبورت في أسوار لكن ان اللعيب تشروتي عليه وهو معهوش ما مش هيلعب ده هيحرف لا لكن احنا عايزين الاندية حتى الاندية تهتم بالقطاع ده تهتم بالقطاع الناشئين هو هو الزخيرة ده زخيرة المنتخب مصر ايه فيه لعيبة فيه لعيبة تستحق تستحق للأسف الامكانات المادية بتاعتهم او بتاعت اهليهم مؤسرة جاملة على المستوى مش قادرة تدعمهم عشان مش قادرة تدعمهم عشان 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 يشق طريقه لعالم الاحتراف وعالم كرة الخدم اللي هو دلوقتي باكل استثمار ده قلت اكيد يا ربي نتمنى انه الرسالة توصل والناس نحاول احنا يكون بين الكفين يعني عشان نساعد اللعب يوصل لقدان ولاش انه احنا نكسل المجادف ونخلي الحد ما يوصلش احنا في مصر للأسف بنحارب الناجح يعني احنا عندنا الاتحاد ده اللي يوصل لكسل العالم وتشال يا اخي ما فيش انسان كامل فيه اخطاء لا انت نبقه على الاخطاء دي انما انت تعوض هانا بوريدة فين المهندس هانا بوريدة الاستاذ احمد مجاهد المهندس احمد مجاهد خبير اللي هو احلقانين عندنا كوادر كابتن مجد عبدالغاني كابتن احمد شبير الاستور احمد شبير فيه ناس كتير يعني كابتن حازم اماما استورتنا الناس دي ازاي برا الاتحاد كابتن طهر ابو زيد جمال عبد الحميد طارق احيا الناس دي اللي لعبت كورة دي وتعبت وتعبت ولعبت بدون فلوس دي في الفترات السابقة بتاعتهم مش زي دلوقت الواحد عقده بالملايين هما كانوا بياخدوا ملاليم هما الاساس ففيه ادرجية يعني فينا ياخد فيه ناس بتحارب هان يا بوريدا دواء جيهة مصر على مستوى العالم العربي على مستوى العالم الافريقى على مستوى الدولي راجل في الفيفا عدم مكتب في الفيفا احنا فيه مثل كده بيتقلل الملحوش قديم ملحوش جديد الناس دي لازم ترجع الاتحاد ايوه وتبص لي ورا الناس اللي هي اساس الاتحاد او اساس كرة القدم في مصر حنشوف احمد احمد دلوقتي بتلعب فيه انو مركز احمد دلوقتي انا بلعب في مركز باكرايت بجد اللعب في مركز باكرايت وهوف رايت وهوف لت وبجد اللعب بالمواجم التاني متأخر البلاجي من تحت الحمد لله يعني بستغلع سرقتي ومعارتي الحمد لله رب العالمين دلوقتي بشوف نفسك انك ممكن تلعب تمثل اي لاعب دلوقتي بلعب في الاهل او في الزمالك احمد دك ما فيش حاجة بعيدة من ربنا كل حاجة بالاجتعاد والتعب ومستقى بالنفس الحمد لله من الناس اللي انا كنت يعني بشوفها ان هي مثلا مسئلة اعلى في الناد الاهل محمد بركات الزابقي من الناس اللي انا بشوفها نفس نفس style في الملعب نفس المميزات اللي فيها الحمد لله رب العالمين وعالميا من الناس اللي انا بشوفها يعني مسئلة الاعلى لوكاس مورا تمام الحمد لله يعني عالميا يعني شايفوا ان هو نفس style في الملعب ان تزبس شوية السرعة شوية يعني وشوية المارة الحمد لله ان شاء الله يا رب تلعب في مراكز اكبر واكبر وتوصل يا رب لمرادك يا رب ان شاء الله ان شاء الله في فترة الناشئين دي الاستمرارية تمام اللاعب نفسه يستمر اه يستمر فولي الامر برضه بيبقى مستعجل عايز ابنه بقى محمد صلاح بين يوم وليلة تمام فدي فيها حتة استعجال لكن اللاعب لازم ياخد الخطوات بتاعته حسب البرامج الموضوع عليه من قبل المدربين من قبل ادارة كلام من ده لكن التصرع فاللعب ينحرف بيروح ناحية تاني خالص انما الالتزام بالموعيد التدريب بالالتزام بالخطة الموضوعة بالوحدة التدريبية بطاعة المدرب يعني لازم نبني اساس لازم يكون في اساس قوي عشان انت تطلع ايو ايو كابتن جمال حضرتك راضي عن الوسط الرياضي حاليا اللي موجود لا طبعا في الوقت الحالي لا اول حاجة احنا ما عندناش اتحاد كورة حاليا يعني حاليا اللجنة بيديرها المهندس احمد مجاهد تمام فاللجان في لجنة في لجنة لا طب انت تعمل الانتخابات وتيجي الناس دي الناس اللي فهمه مش الناس اللي فيه ناس متسلطين للأسف يعني لكن يعني انا عن نفسي واحد زي المهندس هانا بريده زي برا المهندس احمد مجاهد ده بص اسطورة اسطورة في اللواح القوانية كابتن جمال وكابتن احمد الكنترول كابتن خالد لطيف تمام الحديث صراحة طويل جدا وعايزين نفسنا كان نتكلم اكتر واكتر بس الكنترول بشاور لي بنشكر كل الناس اللي دعمتك وبنشكر كابتن جمال وانا بسوطة جدا بهضوركو الوقت خلص بس في نهاية الحلقة بتاعتي بقول لي السيادة الوزير عشر صبحي ياريت انتخابات اتحاد الكرة تتم باسرع ما هيبت يا رب يا رب مشاهدين الاعزاء لغاية هنا وصلنا الى ختم حلقاتنا استنونا الاسبوع اللي جاي الى اللقاء موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة